السلام عليكم كيفكم شباب شباب خير يمر جنالكم بالحققة 18 من اللعبة Retard Source Emulator لعبة محاكسة بمركت للجوال والجوم يا جماعة الخير في عنا تحديث جديد على اللعبة فيه إضافات كتير حلوة إن شاء الله رح يعجبوكم طبعا هذا المقطع كان لازم ينزل إمبارحة بس ما نزلته بسبب كان عندي شوية ظروف وهيك فأزروني يا جماعة الخير الله يسعد لي ياكم طبعا الإضافات اللي صارت في عنا أول شي تم إضافة منتجات جديدة مثل ورق حمام وطعام للقطة وهيك شغلات وفي عنا إضافة كتير مهمة واللي هي تخفيض أسعار التراخيص وبنفس لوقات العمال والمنتجات وفي عنا كمان الاستندات البرادات وهالأشياء هاي كان سعرهم كتير غالي بالتحديث السابق فرجعوا خفضوا أسعارهم في عنا كمان إضافة سلاجتين جداد وآلتين للبيع هلا رح نشوفهم وتم إضافة طاولة أعلانات بإمكانك تعرض عليها أعلانات وكذا بتكتب عليها وهيك شغلات فرح ندخل نشوفها كمان إضافة موظفة جديدة وإضافة ميزة جديدة للكاشير يعني سابقا في بعض الناس كان يواجهوا شوية صعوبات بالبيع عن طريق الكاشير وكذا فرح نشوفها هلا في عنا إضافة إضاءة ليلية أفضل من السابق وسلط مهملات جديدة وتوسعة جديدة للماركت وإضافة بنك وآخر شيء يمكنك رؤية الكاميرا عن طريق الكمبيوتر موجود في المغزن فابل ما أبدأ المقطع لا تنسوا نفس النابي واللايك والاشتراك وكتفائزة رجل سوف تصوك من قليل جديد ولا تستبعون حسابات المراجزين بسيطة نقلصف وهم الشيء الدعاء الأخواننا في غزة الله ينصروا أن نحميهم وهلا يا جماعة بترككم على المقطع مشاهدة ممتعة وهيا جماعة الخير مثل ما شيفين دخلنا على اللعبة وشوفوا لي المكان تعدل مرة تانية ليش ما بعرف مثل ما شيفين مكان الماركت تعدل هون سابقا اضافونا هيك على زاوية شارع فرجوا حطوه هيك في هي المدينة ما بعرف ليش مثل ما شيفين هي المدينة من الخارج ما بنقدر نمشي أكتر من هون على ماظن ورجيني ها أكتر من هون ما بنقدر فمثل ما شيفين الوضع صار بهاش شكل خلينا نرجع على الماركت تبعنا ونشوف شو الوضع مثل ما شيفين التحديث وصل يا جماعة شوفوا لي العمال كيف صيفينهم هون يعني تحس حالك هيك بمدرسة أو بصف هيك جيش مدرش لون فخلينا ندخل على الماركت نشوف شو تعدل جوا أول شي في عنا هون زر للإضاءة سابقا نضافونا يا فارجوا وشالو سوونا هيك بشكل تلقائي أفضل من السابق صراحة يعني هون أوقت البصير الدنيا ليل بيشتغلوا الإضاءة تلقائيا حتى هون في عنا إضاءة في الخارج كمام تشتغل بصير المنظر كتير حلو هلا رح نشوفوا ما بعض إذا صارت الدنيا ليل خلينا نجي لهون يا جماعة الخير نوارجيكم شو الوضائية صارت على الكاشير طبعا أول شي نضغط على العددات فيها عندنا هون متل ما شايفين On Screen Payment شايفين تضغط عليها نفتح الماركت بيش شكل ونضغط هذا الزر X3 مشان يجينا شي زبون ونوارجيكم كيف رح نصير مبيعه متل ما شايفين أجتنا هي زبونة صار الوضع أسهل من السابق إذا كانت تحب تعمل هالوضعية هي بتعمل نفس الطريقة اللي ورجتها كيها في الآددات فحاليا رح نضغط هيك 55.11 في هذا الشكل هيك بعناها لهي زبونة وارتفع عنا الليفل متل ما شايفين وحتى بإمكانك تلغي هاي الميزة من خلال الآددات تضغط على آددات تضغط على هذا الزر لغيناها وبترجع العملية متل ما كانت قبل طيب رح تحيسبناك هاي الشايفين رح الرجالة 2 دولار 77 سنت شايفين بهذا الطريقة طيب خلينا نجي لهون نشوف شو صار في معنى في الكمبيوتر في عندهم مثل ما شايفين كاميرا اذا ضغط على الكاميرا تتفرج على الزباين كيف عبد يدخلوا تبطلعوا مراقبة بتشوف العمال شو عبي يعملوا شو عبي يساوا حدا عبي يلعب حدا عبي يشتغل شو الوضع بتشوفهم من هون عرفتوا كيف وحتى يمكن يصير فيه زباين انه تسرقوا من الماركت فبها الطريقة بيمكنك تكشفهم اذا سرقوا من عندك او لا فميزة كتير حلوة خلينا نجي على قسم الشب نشوف شو صار عنا هون مثل ما شايفين الاسعار صار ارخص من السابق صراحة يعني بالتحديث السابق دمروا اللعبة تدمير ما عد حدا يقدر يشتغل لحدا يعمل شي وهون مثل ما شايفين الوضع كمان كتير حلو خلينا نشوف هون شوفوا عنا طبعا فيه ترخيص لازم اشتريهم هلا رح نشوفهم مع بعض متل ما شايفين هاي ورق الحمام هون عطرف اليمين حقو 16-17 دولار متل ما شايفين به الشكل طيب والله شي حلو خلينا نشوف الاشياء المهمة متل استندات ما استندات هالاشياء هاي متل ما شايفين قدامكم الاستندات لحد الان اسعارهم يعني غالي ومي غالي عرفتو كيف بالنسبة لالارما او الطاولة اللي تلكون عليها اللي هي بتعرض عليها اعلانات وكزا فغالبا تكون هاي حقق 250 اشتريناها يا معلم وعننا هاي العاملة حقق 1700 نشتري عاملية يا جماعة الخير ولا لا شو رأيكم انتو صار عندي عمال كتير فهي شو قد تعمل ما بعرف فعطون رأيكم في التعليقات اذا بتحبوا نجربها نجربها في مقطع تاني شو رأيكم متل ما شيفي هنوم في عندي برات جديد او برات جديد لالكولا فرح نشتري هاي ونشتري هادل برات كمان حلو في عنا هاي قلت البيع اللي لونه حمرة وفي عنا اللونه زرقة شو هادول يترا والله شي حلو طيب ناخد هاي ونجرب مع بعض حقنا 1322 خيحط رجوع خلينا نشوف قسم الليسانس او الشهادات شو وضعون ترخيص ترخيص حاليا رجعوا رخصو متل ما شايفين يعني هيك صار ها شي بالمعقول يعني الله وكي لكم نجير بدي اشتري هدول الترخيص فاسعارهم كتير غال يعني فوق 1500 و2000 ومدر شو فحاليا رح نشتريهم مع بعض بها الشكل هات لقلق نشتري هاي وهاي اشتريهم كلونا نشوف شقد رح يكلفونا اشتري ها معلم ضل عنا هاي وهاي وهاي بقولكم خلصوا الفلوس معنا ولا شو الترتيب لا لا حد الان في معنا 3600 الحمد لله رب العالمين طيب نرجع نشوف شو في عنا هون بالنسبة للتعديلات شوفي عنا شوفي عنا لحد الان ما في شي بس في عنا هون تطويرها جديدة حقا 14500 انا بالنسبة لقلي ما رح اطور لاني كبر الماركت كتير وانا مصغره على فكرة حيث تستندات هيك قصص المحل يعني صراحة صار الماركت كتير كبير وما عد اعرف شو بدي حط فيه فعيفو الماركت كتير صغير انا بالنسبة لقلي كنت بدي عيفو على الليفل اثنين فعملتو لفل ثلاثة فهلا انتو وطلبكن شو بتكم نعمل شو الله ما منقصر في عنا قسم البنق هاد البنق هون بتشحم في اللعبة بتشيل اعلانات ومع اعلانات ومدري شوها الاصص هاي فما نفيهم خيلا نحط رجوع تعالوا نشوف شو الوضع هون هادول هن البرادات شايفين طيب هاي شو هي ترا شو هي ترا شو هي ترا هالبراد ولا ايش هاد البراد غالبا هاد البراد هون قولكم بنحط هون ولا ما بنحط هاد لا شوف بس هلا رح يحجب الرؤية يمكن مرجيني الكاميرا بتبين الكاميرا يا ترا ولا ما بتبين اووو ما بتبين شايفين رح نغير المكان البراد ما مشي الحال هون وراح نحط البراد وراح نحط البراد يا احمد هلا ما نشوف نلاقينا شي مكان طيب بالنسبة لقالة البيع هاي هي متل ما شايفين قدامكم بس حطيتها هون بالغلط ما بعرف ليش نروح نشوف الارما هاي شو قصة الارما هاي يا اخي هاي الارما انا مش تيق عارف شو هي وراح نحطها يا ترا معقول هيك ايه ها بهالشكل والله حلوة هاي يا جماعة يعني هون شو بنكتب عليها يا ترا شو رح نكتب عليها نضغط هيك ها بتغير شكلها بتغير لونها بتغير الوضع تبعها كله متل ما شايفين يا عينها ليك والله شي مرتب طيب هون شو رح نكتب شو رح نكتب مسلا asgm لنا افطرد رح نكتب هيك بهالشكل شوف شو هياترا شايفين كتبنا هون عبارة يمكنك تكتب يمكن باللغة العربية رح نشوف ان شاء الله واكتب لكم نايك شي كتابة هون فميزة كتير حلوة ان هو هيك بمكانك تشوف اعلانات وكزا وعنا هون برات كولا متل ما شايفين فعيف لي يا بره حاليا ما بدنا يا في عنا شي غيره يا جماعة الخير شوفي عنا غيره شوفي عنا غيره اشياء جديدة سالة المهملات هي هي بس من قربت عليها بتنفتح بها الشكل شايفين والله شي حلو بالنسبة للإضاءة يا جماعة الخير صارت الدنيليل شايفين الإضاءة ما أحلها عن جد الوضع صار كتير حلو عن جد الوضع كتير حلو يا جماعة شو رأيكم انتو يعني هيك انا برأيي افضل مما يضيفونا إضاءة طفية وتشغلة شو رأيكم انتو فمتل ما شفتوا يا جماعة الخير هذا هو التحديث إن شاء الله يكون أعجبكم فيه إضافات كتير حلوة عن جد قيمونا من عشرة فتحياتي لألكون لا تنسوا المصلاة عن النبي واللايك والاشتراك وتفعيز الرجل حتصركم كل جديد ولا تستبعون حسابات المولتيتيبس وهم الشيء الدعاء لأخوانا في غزة الله ينصروا نيحميهم والله جماعة بترككم بأمن الله والسلام